اشتركوا في القناة يجب ان تكون مهمة مغطاة باوسع مواكبة شعبية وحزبية ونيابية لتحقق الهدف المنشود باخراج لبنان من ازمته ووضعه على سكة الانتعاش والنهوض من جديد لفت مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الابيض الى ان ارقام كورونا الاخيرة لم تشهد الارتفاع الحاد الذي رأيناه من قبل ما يشير الى طباط انتشار العدوى مشيرا الى ان البعض يرى ان عدد الفحوصات التي تجرى غير كافية ما يخفي العدد الحقيقي للحالات لكن استقرار معدل الفحوصات الموجبة وعدم مرضى وعدد مرضى العناية المركزة والوفيات يشير الى ان الطباطء الحقيقي واكد انه من المهم ان ننتبه الى ان استقرار اعداد الكورونا سيشجع الزيادة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وهذا قد يكون عاملا مساهلا لانتشار الفيروس من جديد وهكذا تبدأ موجة جديدة من العدوى لذلك ينبغي اعتبار الوضع الحالي بمثابة فرصة سانحة فان ما نفعله الان سيحدد مسارنا مع العدوى في المستقبل في جديد الانتخابات الامريكية اظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدما ضئيلا للرئيس الامريكي دونالد ترامب على منافسه في السباق الرئاسي جو بايدن وذلك لاول مرة منذ اكثر من شهر واشارت نتائج الاستطلاع الى الذي نظمته مؤسسة راسمسون للأبحاث الى ان 48% من الامريكيين يؤيدون ترامب بينما يؤيد 47% منهم الديمقراطي جو بايدن على صعيد اخر اعلن ترامب انه سمح لبلاده بالعودة الى عضوية منظمة الصحة العالمية مبينا ان هناك شروطا لذلك مشيرا ايضا اثناء حديثه لمؤيده في ولاية بنسلفينيا الى ان الولايات المتحدة الامريكية تدفع للمنظمة 500 مليون دولار سنويا بينما دفعت الصين 39 مليون دولار وتتمتع بامكانية وصول كبيرة مع هذا الخبر نختم موجز العشرة شكرا للمتابعة الى اللقاء